حصلت الحكومة نحو 50% من الإيرادات المتوقعة للعام الحالي خلال 9 أشهر فيما يتبقى 3 أشهر لتحصيل المبالغ المتبقية بحسب موازنة العام 2018 فوفقا لموازنة العام الحالي التي نشرت بداية هذا العام فإن الإيرادات المتوقعة في موازنة عام 2018 تصل إلى 8 مليارات ونصف المليار تقريبا تنقسم إلى قسمين قسم منها إيرادات محلية تصل إلى 7 مليارات وتقريبا 800 مليون دينار أيضا القسم الآخر وهو منح خارجية تصل إلى 700 مليون دينار أما الأرقام الحقيقية التي نشرت حتى شهر 9 نتحدث عن 5 مليارات الإيرادات بمجملها تصل إلى 5 مليارات و323 مليون نتحدث عنها تقسم إلى إيرادات ضريبية تصل إلى 3 مليارات ونصف تقريبا وأيضا اقتطاعات تقاعدية وصلت إلى 8 ملايين أيضا تحت هذا البند هناك أيضا إيرادات أخرى وصلت إلى 1 مليار و700 مليون دينار تقريبا المنح الخارجية وصلت فقط إلى 200 مليون تقريبا بينما كانت مرصودة في الموازنة إلى 700 مليون ونذكر بأننا أمام ثلاثة أشهر على هذه الأرقام لتحديثها الإنفاق في الموازنة في موازنة عام 2018 نتحدث عن أن الموازنة أجملت الإنفاق ليصل إلى 9 مليارات دينار تقريبا وقسمت أيضا إلى نفقات جارية تصل إلى 7 مليارات و 866 مليون دينار ونفقات رأس مالية تصل إلى 1 مليار و 151 مليون دينار هذا هو الإنفاق المقرر في موازنة 2018 أما الإنفاق المحقق في خلال 9 أشهر أو أول 9 أشهر الإنفاق وصل حتى نهاية أيلول 6 مليارات و 108 مليون دينار النفقات الجارية وصلت إلى 5 مليارات و نصف تقريبا وأن نفقات الرأس مالية وصلت فقط نصف مليار دينار وهو الرقم الذي كان من المقرر أن يصل إلى 1 مليار و 151 مليون دينار وهذا الرقم تحديدا يعتبر اللبناء الأساسية في دفع عجلة النمو